أم حاتم من المدينة بارك الله فيها تقول أنا استخدمت من شفت الشعر وعلي الدورة الشهرية وبعد الطهارة تسألت هل يلزم أن أغسلها أم لا أختي أم حاتم من المدينة من المملكة العربية السعودية أختي الفاضلة بالنسبة للمرأة الحائض بدنها طاهر وليست بنجسة الجنوب والحائض والنفسة هؤلاء ليسوا يعني لا تتنجس أبدانهم بارك الله فيك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع رأسه في حجر عائشة يقرأ القرآن وهي حائض فأي شيء بالنسبة للمرأة الحائض ثيابها فراشها كل شيء متصل بها طاهر إذا نزل الدم على بقعة أو مكان تغسل البقعة فقط والمكان أنت تقول إن شفت شعر رأسك بالمنشفة في فترة الدورة الشهرية هل تنجست المنشفة؟ الجواب لا كيف تتنجس وأنت طاهر ولله الحمد؟ بدنك طاهر الحيض هذا حدث هذا يسمونه حدث صحيح دم الحيض نجس أذى لكن بدن المرأة طاهر ولذلك الحدث هذا وصف معنوي قائم في البدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة سواء الصغرى أو الكبرى فاستعملي هذه المنشفة بارك الله فيك وما يحتاج منك تغسلينها مرة ثانية لأنك أصلا بدنك طاهر أنت بارك الله فيك